أهلا بكم أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص مركبات طلاب الصف الثالث في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنتكلم في مادة المحركات صف الثالث ودرسنا النهاردة عن أنظمة حقن الوقود الأول عايزين نعرف أنه لازم نعمل خلط للوقود مع الهوى الوقود اللي هو البنزين نحن النهاردة هنشتغل على حقن وقود البنزين طيب إحنا لما كنا بنعمل الأول نخلط الهوى بالوقود الأول في محركات اللي بشغل بالكربراتير كان النظام نظام بداي وكان نظام بسيط جدا وأجزاءه بسيطة وكنا بنخلط الهوى بالبنزين عن طريق الفنشوري أو المكان الاختناق بنعمل مكان ديئ في الكربراتير عشان تزيد سرعة الهوى فيحصل عندي فرق في الضغط فالهوى هو بيعدي من المكان الأديئ بيزيد سرعته فيبدأ يسحب من أنبوب البنزين البنزين بتاعي عشان يخلط الهوى بالبنزين ده في نظام الكربراتير النظام الأولاني عشان نعمل خلط للهوى مع البنزين عشان يبدأ يشتغل المحرك بتاعي جات المنظمات العالمية الخاصة بالبيئة والصحة وقالوا أن نظام الكربراتير ده نظام مش كويس علشان الأضرار بتاعته والمخلفات بتاعة السيارات أو العوادم بتاعة السيارات فيها نسب عوادم ضارة جدا بالبيئة فلازم نغير الموضوع أو شوفوهونا حل في المشكلة دي بدأت شركات السيارات تنافس بعضها في أن هي تحاول تحل المشكلة دي أن العوادم اللي طلع عندي من المركبات نبدأ نعالجها فبدأت الشركات تفكر في طريقة تانية أن هي تخلط الهوى بالوقود وتوصلوا للإستوانة بدون مشكلة في بدون ما يعمل مشاكل في البيئة بتاعتي فبدأوا يعملوا نظام حقن الوقود داخل الغرف فنظام حقن الوقود عملناه عشان رقم واحد الأضرار اللي طلع على البيئة من السيارات من عوادم السيارات اتنين عشان كمان نقلل استهلاك الوقود اللي السيارة بتستهلكه في المشوار أو الكيلومتر اللي هي هتمشيه عشان كده بدأت الشركات تنافس بعضها وبدأوا يطوروا كل يوم يطور فيه نظام الحقن ولغى موضوع الكربراتير خالص بدأت الشركات تغير لنظام أنظمة مختلفة اللي هنعرفها دلوقتي حالا لغاية لما وصلوا لنظام جديد خالص اسمه GDI وبدأت الناس تدور على السيارة اللي فيها محرك GDI ويعني ايه GDI هنعرفه بس لقوا كمان أن نظام GDI بيطلع لي عوادم ضارة جدا بالبيئة فاضطرت الاتحاد الأوروبي يمنع في بعض الدول نظام المحركات اللي بتشغل بالGDI أو إنك تشغلها بس بشرط إنك تعمل لي محفزات وده كله إحنا بناخده في السيارات عندنا إزاي نغير شكل العادم اللي طالع من السيارة تعالوا بينا نشوف الأنظمة اللي شغالة في السيارة أنظمة الحالة قلنا إن الشركات لما كانت شغالة بالكربيراتير لقوا إن التلوث وبدأت المنظمات العالمية تغير وتقول يا أخوانا شوفونا حل في موضوع التلوث اللي طالع من نظام الكربيراتير أو خلط الهوى بالوقود بنظام الكربيراتير لإن العوادم بتاعته ضارة جدا واستهلاك البنزين بتاعي عالي فبدأت الشركات تتجه إلى حقن الوقود طيب نظام حقن الوقود إحنا بندخل هوى مع وقود بندخل هوى مع وقود اللي هو البنزين بنسب إحنا عرفينها تقريبا 1 إلى 14 مع إن في شركات سيارات دلوقتي وصلت لي نسب تانية أعلى بكتير جدا عشان يبدأ يقلل نسبة استهلاك الهوى للوقود يعني الفكرة عندي إن أنا أقلل استهلاك البنزين اللي أنا باستخدمه وكمان الأضرار اللي طالعه أو نواتج نواتج الاحتراق اللي طالعه من المحركات بتاعتي فالنسبة المسلة أو النسبة المثالية اللي احنا اشتغلنا عليها أو صانع السيارات اشتغلوا عليها من الأول كانت 1 إلى 15 يعني إيه 1 إلى 15 يعني 1 لتر هوى مع 1 لتر بنزين مع 15 لتر أو 14 لتر هوى في شركات في الوقت الحالي طورت الموضوع ووصل ل1 إلى 15 ودي شركات معينة وده مش موضوعنا ولكن احنا بنخلط هوى مع وقود أو هوى مع بنزين بنسبة 1 إلى 14 شركات عملته الـ 15 وبدأ يرتفع ويزيد عن جد طيب يعني تاني يعني إيه 1 لـ 15 يعني 1 لتر بنزين على 15 لتر هوى بيخلطهم لتلين ببعض ولازم الخلط يكون جيد جدا علشان يحصل احتراق كامل للشحنة ولما يحصل احتراق كامل للشحنة الكفاءة الحرارية بتاعتي بتاع المحرك هتكون كويسة جدا ويديني باور عالي طيب تعالوا نشوف ونكمل قال لي أن احنا بنخلط الهوى بالوقود في نظام الحقن الإلكتروني بيكون أضمن وأوفر بيكون أضمن وأوفر والنظام الحقن هنا هيكون نظام إلكتروني أو ميكانيكي حسب الأنواع اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي حال النظام العام اللي شغال في شركات في كل الشركات وفيه أنظمة معينة خاصة بشركة أو بشركات معينة هنتكلم برضو عنه طيب احنا عرفنا أن سنة بدأ موضوع أو فكرة حقن البنزين أو حقن الوقود في السيارات أو المركبات بتاعتي سنة 1920 المعلومة دي أنا مش هسألك فيها ولكن أنا بديها لك كمعلومة يعني للعلم بالشيء يبقى 1920 بدأ التفكير في موضوع حقن البنزين الإلكترونية لكن تنفيذه تم سنة 1980 وبدأت السيارات تستبدل نظام الكربيراتير بنظام الحقن الإلكتروني أو نظام المغزي اللي هو الكربيراتير بنحقنه يغيره بنظام الحقن الإلكتروني عايزنا نعرف يعني إيه؟ حقن وقود حقن وقود هو عملية إدخال وخلط هوا مع بنزين داخل الاستوانة بضغط مرتفع عن الضغط الجو ما هو أنت معنى أنك تعمل حقن معناها أن أنت لازم تزود ضغط هنزود ضغط علشان يطلع البنزين من البخاخ أو من الرشاش بضغط أعلى من الضغط الجو عشان يبدأ يتجانس ويختلط بالهوى ده بنسميه حقن الوقود يبقى حقن الوقود هو إدخال الوقود إلى الهواء أو وسيط الاشتعال بضغط مرتفع عن الضغط الجو طيب نكمل عايزين بقى نعرف أنظمة حقن الوقود الأنظمة المختلفة لحقن الوقود عندي حسب الطريقة المتابعة للحقن أنا عندي حقن ميكانيك يعني لو إحنا صنفنا حقن الوقود وده ممكن يجيلك سؤال لو إحنا صنفنا الوقود أو حقن الوقود حسب نوع حقن الوقود هنقول حقن ميكانيك إحنا بنحقن الوقود إزاي واحد حقن ميكانيك اتنين حقن إلكترو ميكانيك اللي هو خليط ما بين الميكانيك والإلكترون تمام وهنعرف كل نوع من ده بيشتغل إزاي حالا إن شاء الله يبقى أول حاجة عندي حقن ميكانيكي الرابع بتاعي والأخير وهو النظام المدمج لحقن الوقود يبقى أنا عندي أربع أنواع لحقن الوقود حسب طريقة الحقن المتبعة عندي حقن ميكانيكي حقن إلكترو ميكانيكي اللي هو ما بين الاتنين وحقن إلكتروني وحقن مدمج مدمج عشان بيزبط الشرارة مع حقن الوقود الاتنين مع بعض تعالوا هنتعرف على كل نوع منهم وناخد شكل تاني الأول من أنواع أو لما نيجي نصنف الحقن بيقول لي حسب شكل الوقود المحقول إحنا هنحقن الوقود إزاي يبقى أول نوع عندي مستمر السي إف آي حقن مستمر تمام؟ ده أول نوع حسب شكل الوقود المحقول هيبقى حقن مستمر وإثنين أو باء حقن متقطع يبقى أنا صنفت الأول حسب طريقة الحقن إثنين حسب شكل حقن الوقود وقلنا مستمر ومتقطع أما النوع الأولاني كان ميكانيكي وإلكترو ميكانيكي وحقن إلكتروني وحقن مدمج طيب حسب مكان الحقن نفسه عندي حسب مكان الحقن عندي حقن مركزي بنحطه فوق البوابة أو فوق البوابة الخانج بالضبط وهنشوف الرسومات ليها والشكل بتاعها وحقن في الخانج هيحطه في الخانج نفسه وبنسميه TBI Threatal Body Injection ونوع تاني أو المركز ده يأما نحطه في الخانج يأما نحطه عند فتحة السحب فوق الصمام بتاع السحب بتاع المكانة بتاعي طبعا إحنا عندنا صمام سحب وصمام عادة بنحط الحقن أو البخاخ بنحطه على البوابة أو فوق الصمام بتاع السحب بالضبط أو نحطه في السوريتل في البوابة الرئيسية عند بوابة التحكم في سرعة السيارة بحط حقن يحقن فوق البوابة أو أحطه عند صمام السحب بتاعي تعالوا نكمل وعندي كمان من المكان الحقن عندي متعدد النقاط إن أنا أحط أحقن في أكتر من مكان وممكن أعمله بالترتيب اللي هو المتعدد النقاط ده أعمله بالترتيب أو بالمجموع أو في نفس وقت الحقن والنوع الأخير هو الحقن المباشر اللي هو الDI أو اللي إحنا هنتكلم عنه في الآخر اللي هو الGDI اللي إحنا تكلمنا عنه اللي الناس بدأت تدور على نظام الحقن الGDI اللي هو المباشر داخل الغرفة مباشرة طيب يعني ما عادش بيحطه لا عند الصمام ولا عند البوابة بتاعة التحكم في سرعة السيارة ولكن بدأ يحط الحقن بتاعي أو الرشاش يحطه داخل الاستوامة زيه زي نظام الحقن في الديزل بالزبط وده أوفر بكتير جدا والتحكم فيه بيكون أعلى وبالتالي المحرك بتاعي ما بيستهلكش كمية بنزين عالية ولكن الداني أضرار تانية اللي هي العوادم فاتغلبنا على العوادم دي بالمحفزات اللي احنا خدناها برضو في سنة تالتة المحفزات بتاعة العادم عشان نغير شكل العادم بتاعي تعالوا نكمل أما نيجي نصنف كمان حقن الوقود حسب التطور الزمني هنلاقي إن أنا عندي الجيترونيك وده التحكم بيتم التحكم فيه الوقود بتاعي زي ما قلنا بالأنظمة المختلفة الميكانيكي أو الإلكترو ميكانيكي والميترونيك وده بندمج الحقن مع الشرارة يعني أنا في الحالة دي بتحكم في الشرارة والحقن الاتنين من خلال وحدة التحكم أو الكمبيوتر الموجود بتاعي في المركبة أو في السيارة يبقى أنا خدت أربع تصنيفات أو نوعة الحقن بتاعي الإلكتروني إلى أربع تصنيفات ويعرفنا كل نوع منهم بيتم إزاي تعالوا بقى نعرف نوع نوع من الأنواع دي أول نوع عندي هو الحقن بالحاقن إن أنا هحقن فوق الحاقن النظام ده بيكون أحادي يعني أنا عندي بخخ واحد بحطه فوق بوابة الحاقن بالضبط وبنختصر النظام الحاقن في الحاقن بكلمة أو المصطلح اللي هو TBI يعني أنا حاطة الحاقن بتاعي أو الرشاج بتاعي فوق البوابة بتاعة الحاقن بالضبط وده هيكون بخاخ واحد بس عشان اللي هو وهو داخل يبدأ يختلط مع البنزين من عند البوابة بتاعة الحاقن ويحصل تجانس بقدر المستطاع علشان يحصل احتراء للوقود بشكل كامل ويطلع العوادم بتاعتي ما فهاش عوادم ضارة بالبيئة طيب ده النظام الأولاني طيب النظام الحاقن المركزي اللي هو في مجمع السحب وبنر مظلوب الرمز CBI الشركات قامت بتطوير النظام الأولاني وغيرت النظام ده وحطت أنابيب الأنابيب ديت أو المصطرة بنقول عليها في السوق المصطرة وبدأ يحقن فيها الوقود البنزين بضغط معين وتبدأ تفتح البخاخات بتاعتي من خلال إشارة يبقى أنا عملت هنا حقن مركزي في مجمع السحب عمل مصطرة فيها بنزين محقون بشكل أو مضغوط بشكل مستمر موجود على طول بضغط معين يبدأ كل رشاش منهم في شوط السحب بتاعه يبدأ يفتح علشان يخلط الهواء بس كل ده برضو من خلال مجمع السحب بتاعي يبقى النوع الثاني هو نظام الحقن المركزي في مجمع السحب وبنرمز له بالرمز CBIF طيب النوع اللي بعد كده هو هو متعدد النقاط أو الـ MBFI أو المالتي بوينت فول انجيكشن وده إحنا عندنا أكتر من بخاخ أو أكتر من رشاش أو أكتر من حاقن موجود في النظام بتاعي بيبدأ يحقن بنزين بالتتابع بنظام التتابع في فتحات السحب بتاعتي وكل ده زي ما قلنا بيكون برضو في مجمع السحب بتاعي الفكرة يا شباب إن إحنا نخلط هوى مع بنزين ويحصل تجانس فالشركات أول ما بدأت موضوع الحقن كان عملوا نظام الحقن المركزي اللي هو نقطة واحدة اللي هو بخاخ واحد بخاخ واحد حطه فوق البوابة اللي هي بتتحكم في سرعة الهوى اللي داخل للمكنة عشان أزود سرعة المكنة أو أقللها فحط هو بخاخ فوق البوابة عشان البنزين لما يطلع طبعا أنا بحقنه بحقنه الضغط أعلى قلنا من الضغط الجوي فالبنزين يبدأ يختلط بالهوى مع عند فتحة الخانق يبدأ يختلط بالهوى ويحصل تجانس معايا ينزل غرفة الاحتراء شوط الانضغاط يبدأ المكبس يبدأ يضغط الشحنة بتاعت اللي هي هوى مع بنزين عشان يحصل احتراء تام لو أنا مش عامل تجانس بقى لو أنا لو البنزين ما اختلطش بالهوى بشكل تام وحصل تجانس بينهم أو كل زرات البنزين انتشرت مع الهوى واختلطت مع الهوى هيحصل عندي بقايا أو رواصب كربونية واتطلع لي العوادم بتاعتي اللي هي السي أو أو الأوكسيد الكربون والهايدروكربونات والعوادم اللي هي ضرة جدا بالبيئة والمنظمات الصحة العالمية والمنظمات البيئة طبعا بتمنع السيارات واحنا حتى عندنا في مصر هنا بدأنا نعمل مع ترخيص السيارة نقيس العوادم بتاعت السيارات بتاعتي عشان نشوف العادم ده ضر بالبيئة لو هو ضر بالبيئة يروح يزبط الماكنة بتاعته فمهم جدا عندي خلط الهوى مع البنزين بنسب متساوية بنسب مثالية مزبوطة علشان يديني كفاءة حرارية أعلى ويديني باور عالي جدا ميزة كمان أو مميزات الحقن حقن الوقود إن هو بيديني نسب متجنسة وبيديني باور القدرة اللي طالعا من الماكنة بتاعتي على السرعات المختلفة حتى في سرعة اللاحمل بيديني باور عالي يعني مناسب لكل ظروف التشغيل بتاعتي بتاع السيارة بتاعتي تعالوا نكمل نظام الحقن المباشر اللي هو الدي آي أو الجي دي آي اللي احنا هناخده إن شاء الله بيتكلم عن الحقن المباشر داخل الاستوانة بتاعتي داخل الاستوانة نفسها وقلنا النظام ده زيه زي نظام الديزل بالزبط وبدأت الناس الثقافة بتاعت الناس بدأت تدور على المحرك اللي هو ما يستهلكش بنزين بنسبة أعلى فبدأت الناس تدور على المحرك اللي هو بيستخدم نظام الجي دي آي أو نظام الايكو فالنظام الجي دي آي قلنا إن هو بيحقن البنزين داخل الاستوانة مباشرة زي محرك الديزل بالزبط هنشوف الصور بتاعته دلوقتي عاملين رشاش أو بخاخ داخل الاستوانة عشان يحقن البنزين بتاعي في شغط السحب عشان يحصل التجانس بتاعي ما عادش بيحطه بقى في مجمع السحب والنقاط المتعددة والمركزي والمستمر ما عادش الكلام ده بقى بيحقن في الاستوانة بتاعتي مباشرة وطبعا التحكم الالكتروني الجديد في السيارات وصل دقة التحكم ودقة الحقن إلى أعلى مستوى يعني بدأ يعرف من خلال الحساسات الموجودة في السيارة بتاعتي إمتى المحرك أو المكنة تبدأ تحقن البنزين بتاعها بالزبط في الوقت المناسب وإمتى يدي الشرارة ويحقن لمدة قد إيه حتى بدأنا نتحكم في مدة الحقن يعني مدة حقن البخاخ أو الرشاش يبدأ يحقن بنزين لمدة قد إيه حسب كمية الهوى المستخدمة معايا وفي نظام الجديد آي بالمناسبة إحنا بنستخدم تيربو تشارج أو بنحقن أو بنضغط أو بنشحن الهوى في الاستوانة أو في الاستوانات بتاعتي من خلال تيربو علشان يدخل أكبر كمية هوى ممكنة وإحنا هندخل كمية هوى كبيرة ليه؟ إحنا محتاجين كمية هوى كبيرة ليه؟ علشان نسبة الأكسجين اللي هو مساعد أو وسيط الاحتراء الموجود عندي في الهوى نسبته 21% يعني لو أنا عندي ألف زرة هوى أنا دخلتها معناها أن أنا دخلت تقريباً 210 زرة أكسجين في الاستوانة 210 زرة أكسجين في الاستوانة لما يساعدوا على الاحتراء هيدوني باور عالي وهيدوني طاقة حرارية عالية وبالتالي المحرك بتاعها هيديني كفاءة حرارية عالية جداً بس لقوا أن العوادم اللي طلع من النوع ده من المحركات اللي هو الجي دي آي بيبقى فيها عوادم النظام النوكس والمخلفات أو عوادم السيارات الضرة بالبيئة فبدأت المنظمات أو الاقتحاد الأوروبي يمنع بعض يمنع السيارات دي فبدأت الشركات تتغلب على الموضوع ده أن هي تعمل محفزات للعوادم محفزات أن نغير شكل العادم نخلي العادم اللي طالع صديق للبيئة مش ضر بالبيئة يعني نغير أول أكسيد الكربون نخليه ثاني أكسيد كربون لأن طبعاً زي ما احنا عارفين أول أكسيد كربون ده غاز سام جداً يبقى نظام الجي دي آي أو نظام الحقن المباشر إحنا بنحقن البنزين بتاعي داخل السوانة بتاعتي مباشرة تعالوا بقى نعرف شركة بوش ويه الموديلات أو الحاجات اللي هي اشتغلت عليها أو أنظمة الحقن اللي اشتغلت عليها شركة بوش أنا بديك المسميات دي للعلم يعني مثلاً نظام دي جيترونيك ويه نظام الكي أنا عايزك بس تعرف مش لازم نحفظ السنة بتاعت الإنتاج أو هو عملها سنة كام يعني مثلاً ده للعلم بالشيء مش عايزك تحفظه ولكن سنة 1997 لتسعة وسبعين كانت شركة بوش طلعت نظام الدي جيترونيك وسنة تلاتة وسبعين عمل الكي جيترونيك والإلي جيترونيك كل واحدة حسب التاريخ بتاعها أنا يهمني بس إنك تعرف الأنظمة كمسميات فقط بالاختصارات بتاعتها الحاجات دي كلها خاصة بشركة بوش وبرضو شركة بوش لما جت نظم أو تصنف نظام الحقن الإلكتروني أو نظام الحقن البنزين كان الأنواع اللي هي استخدمتها كان نظام حقن وقود ميكانيكي والنوع التاني كان إلكتروميكانيكي زي أغلب الشركات وبعدين الإلكتروني ونظام المدمج المدمج اللي هو الوقود مع الإشعال يعني هيتحكم في الشرارة كمان الشرارة بتاعت البوشيه ويتحكم في كمية الوقود ومدة الحق ده اللي هو النظام الرابع أما النظام الميكانيكي وهنتكلم عنه ونشرحه دلوقتي حالا يبقى أنا صنفتها أو هي استخدمت شركة بوش أربع أنظمة اللي هي أغلب الشركات استخدمته نظام حقن الوقود الميكانيكي والإلكتروميكانيكي والنظام الإلكتروني والنظام المدمج اللي هو بيتحكم في الوقود والشرارة لتنين مع بعض طب تعالوا نعرف النظام الميكانيكي النظام الميكانيكي بيقول لي أن احنا بنحقن الوقود بالطرق الميكانيكية التي تستعمل تستعمل روافع وصممات الخانق ومضخة وقود حتى مضخة الوقود نظام ميكانيكي والأداة اللي بتتحكم في البوابة أو الخانق روافع ميكانيكي ده نظام كامل نظام ميكانيكي وبيستخدم حقن الوقود وبنسميه كي جيترونيك خلاص يا شباب يبقى النظام الميكانيكي احنا سمناه ميكانيكي عشان بنتحكم في كمية الوقود وبنتحكم في سرعة الهوى وكمية الهوى اللي داخلها للمحرك من خلال روافع ميكانيكية حتى الطرومبة اللي احنا هنستخدمها طرومبة البنزين اللي احنا هنستخدمها في النظام بنستخدم طرومبة ميكانيكية ده النظام الميكانيكي اللي بنسميه كي جيترونيك طيب النظام التاني وهو نظام الحقن الالكتروميكانيكي او الكي اي كي اي الكتروميكانيكي تمام وده بيستخدم انظمة الامداد بيستخدم نظام الكتروني وميكانيكي الاثنين مع بعض بيدمج دامج النظامين مع بعض نظام الكتروني ونظام ميكانيكي في التحكم وتوصيل البنزين الى الاستوان يعني هو الفكرة ان انا اوصل البنزين للاستوان ازاي بوصله باستخدام الطرق الميكانيكية اللي احنا اتكلمنا عنها في الكي جيترونيك او الكي اي اللي هو نظام الكتروميكانيكي اللي احنا لسه بنتكلم عنه حالا بنستخدم نظام ميكانيكي ونظام الكتروني لاثنين مع بعض النوع التالت وهو نظام الحقن الالكتروني كامل ده نظام بقى النظام هيستخدم حساسات الحساسات دي عشان تبدأ تقوله احنا وضعنا ايه كل حاجة بيقيس كمية الهوى بيقيس ضغط نسبة الانضغاط في الماكناة بيقيس درجة حرارة الهوى اللي داخل بيقيس درجة حرارة الهوى اللي خارج من الماكناة العادم بيقيس نسبة الاكسوجين كل الحساسات الموجودة عندي في المركبة او في السيارة بتدي الوحدة التحكم الالكتروني اشارات او بيانات عشان بناء عليه هو يقدر يحدد كمية الوقود اللي هيحقنها مع الشرارة اللي هستخدمها معي يبقى النظام الالكتروني هو بيستخدم نظام الالكتروني كامل في انظمة حقن او توصيل الوقود الى الاستوان او خلط الوقود مع الاستوان بيستخدم مجموعة الحساسات مجموعة الحساسات عشان تجمع له بيانات من المكناة او عن المحرك زي ايه؟ زي درجة حرط الهوى اللي داخل زي كمية الهوى اللي دخلت للمكناة زي نسبة الاكسوجين اللي طالع في العادم كل التفاصيل اللي خاصة بالمكناة الحساسات بتديها للكمبيوتر والكمبيوتر يدي اوامر للمشغلات وهنا عندي في النظام الالكتروني مجموعة عمليات والنظام الحاسب الالي عمتا او النظام الالكتروني بيمر بثلاث عمليات مدخلات معالج او عمليات وبعدين مخرجات المدخلات اللي عندي في النظام الالكتروني هتيجي من الحساسات مجموعة الحساسات تقول لننا درجة حرارة بتاعة المكناة كذا ودرجة حرارة الهوى ونسبة الاكسوجين في العادم ممتاز يجي بقى وحدة التحكم الالكتروني الموجودة في السيارة تبدأ تاخد البيانات دي وبناءا عليها تدي للمشغلات هنبدأ نخرج فندي للمشغلات المشغلات زي ايه؟ زي الحاقن احقن كمية بنزين في الاستوانة رقم واحد لمدة كذا او جزء من الثانية ليه؟ علشان كمية الهوى اللي دخلت قد كده هو حاسب كمية الهوى وعرفها وبالتالي بيديها كمية بنزين مناسبة لكمية الهوى اللي دخلت لي طيب لو انا خارج عندي نسبة اكسوجين عالي ده معناها ان الاحتراء بتاعي كان فقير والاحتراء بتاعي ما تمش بشكل كامل فيبدأ يزود كمية البنزين بتاعي او يقلله حسب المعطيات اللي جاياله من الحساسات الموجودة في السيارة بتاعتي يبقى انظام الحاقن الالكتروني بيستخدم حساسات وعشان ياخد بيانات ويجمع بيانات ويتحكم في كمية البنزين بالنظام الالكتروني الكامل تعالوا نكمل اما الانظمة المدمجة بقى نظام المدمج هو هيستخدم نظام الكتروني وعشان يتحكم في كمية الوقود اللي دخله وزمن الحاقن هيحقن لمدة قد ايه وكمان الاشعاع وكمان الشرارة بتاعتي تتم امتى التوقيت بتاعها وقوة الشرارة النظام المدمج طبعا نظام اعلى والتحكم فيه بيكون اضاق من النظام الالكتروني ونسبة استهلاك الهوى او الوقود للهوى بتكون اقل بكتير جدا يبقى انا اتكلمنا عن الاربع نظام اللي احنا استخدمناهم في نظام الحاقن اللي هو الميكانيكي والالكتروميكانيكي والالكتروني والنظام المدمج وعرفنا الفرق بين كل واحدة فيهم النظام الاولان اللي هو الكي جيترونيك او النظام الميكانيكي احنا بنتحكم فيه كمية الهوى والوقود اللي داخل من خلال روافع ميكانيكية وحتى الترومبا اللي انا بستخدمها بتاعة البنزين ترومبا ميكانيكي النظام الالكتروميكانيكي هو دمج ما بين الالكتروني والميكانيكي يعني بنستخدم روافع ميكانيكية للتحكم فيه البوابة ولكن بنستخدم نظام الكتروني في البخاء عشان ندي كمية او نشغل البخاء او الرشاش بتاعي أما النظام الإلكتروني فهو بيستخدم مجموعة حساسات عشان تدي له بيانات عن المكنة ودرجة حرارة الهوى والكلام اللي احنا اتكلمنا ده كله بنعيده تاني علشان الناس اللي ما كانتش مركزة معنا تركز معنا إن الموضوع ده مهم جدا أما النظام المدمج والأخير اللي هو النوع الرابع النظام النوع الرابع بيتحكم مش بس في الوقود كمية الوقود اللي داخله لا ده احنا بنتحكم كمان في الشرارة عشان كده احنا تحكمنا في نظام الإشعال ونظام الوقود عشان كده سميناه النظام المدمج للوقود والإشعال ده عايزين نقول شكل الاستوانة أو شكل الاستوانة مع الوقود مع الرشاش بتاعي والبوجي زي ما احنا شايفين يبقى التطور اللي حصل لمجموعة أو خلط الهوى مع الوقود كان أول شيء من خلال كربراتير زي ما احنا شايفين نظام الكربراتير الأولاني ده وبعدين بعد كده بدأ يعمل الحقن العادي اللي هو يحطه في البوابة أو يحطه في مجمع السحب أو عند صمام السحب أيا كان النوع ولكن هو مش ديركت مش حقن مباشر النوع التالت التطور الأخير اللي حصل كان الحقن المباشر أنه هو يدخل النظام الوقود أو يدخل البنزين جوه اللي استوانة وده اللي احنا قلنا عليه نظام الجي دي آي أو الديريكت انجيكشن فيه ده التالت مراحل اللي تم بيهم نظام خلط الوقود تعالوا نكمل ونشوف أسأل إيه بحقن الوقود برضو قلنا أنا عندي نظام حقن مستمر والنظام التاني اللي هو النظام المتقطع تعالوا نشوف النظام المستمر بيتم إزاي نظام حقن الوقود المستمر إنه هو بيحط وقود في مجمع السحب باستمرار في المجمع السحب وبيخلطوا مع الهوى بنسب الخلط اللي احنا عارفينها بالزيادة أو النقصان وبعدين الشركة بتاعت بوش عملت الموضوع ده سنة 73 نظام خلط الوقود أو حقن الوقود المستمر بنحطه أو بنعمل مصدرة ونبدأ نحقن فيها أو نضغط فيها الوقود فوق البخاخ وبعدين ندي إشارة للبخاخ عشان يبدأ يدي وقود حسب الحاجة اللي احنا عايزين طب نظام حقن المتقطع اللي احنا قلنا عليه اللي هو يا إما مركزي يا إما متعدد النقاط ده هيحطه فين هيحقن الوقود المركزي هيبقى فوق البواب وهيستخدم رشاش واحد بس أو بخاخ واحد بس تمام؟ أما النظام متعدد النقاط نظام متعدد النقاط يبقى هيحطه على كل استوانة بخاخ يبقى احنا في النظام النظام المركزي نظام حقن الوقود المركزي احنا هنحط بخاخ واحد فوق البوابة وعندنا بخاخ تاني لبداية التشغيل عشان يزود كمية الوقود شوية في بدء التشغيل عشان المخلوط لازم يكون غني زي ما احنا عارفين طيب ده النظام المركزي أما نظام متعدد النقاط نظام متعدد النقاط بيحط بخاخ أو رشاش على كل استوانة عند صمام السحب بتاعه تمام يا شباب؟ يبقى النظام المستمر خلاص عرفناه وهو هيحطه في المسطرة ويدي إشارة لكل صمام أما النظام المتقطع وقلنا نظام مركزي أو نظام متعدد النقاط مركزي حط بخاخ أو رشاش فوق البوابة البوابة اللي هي بتاعة التحكم في سرعة دخول الهواء عشان أزود اللي هي منتصلة بالدعسة أو الدواسة بتاعة الوقود حط البخاخ فوق منه أو النظام التاني اللي هو متعدد حط بخاخ فوق كل صمام سحب تعالوا نكمل وده شكل الصورة قدام منا هو ده اللي هو المركزي هنحط البخاخ هنا البخاخ هنحطه هنا فوق البوابة ويبدأ يحقن كمية الوقود بتاعي حسب كمية الهواء اللي دخلة لمجموعة الاستوانات بشكل عام يعني نسبة الخلط اللي هتتم هنا سواء كانت مظبوطة أو بزيادة أو بنقصان أيا كان هتخش لكل الاستوانات أما النظام التاني اللي هو المتعدد حط بخاخ زي ما احنا شايفين عملنا مصطرة وحطينا بخاخ على كل استوانة أنا عندي بخاخ هو لكل استوانة يبقى هو عمل مصطرة بس برضو ده كله في مجمع السحب ما عملناش الحقن المباشر ده ما يسماش حقن مباشر يا شباب ده اسمه حقن متعدد النقاط حقن متقطع متعدد النقاط أما الحقن المستمر هو حقن متقطع ولكنه مركزي أما الحقن المستمر ده موضوع تاني خالي يبقى أنا عندي في متعدد النقاط حاطة بخاخ أو رشاش لكل استوانة ده المحرك قدام منه هو أربع استوانات بأربع بخاخات دي المصطرة بتاعتي هاد دي إشارة للبخاخ وهنعرف إزاي البخاخات بتشتغل يبقى النظام ده بنسميه نظام الجترونيك أو نظام متعدد النقاط طيب عايزين نعرف بقى مميزات الحقن الإلكتروني مميزاته إيه؟ بيقول لي أول نقطة عندي هو تحديد نسبة الخلط الهوى بالوقود بنسبة عالية جدا في ظروف التشغيل المختلفة يبقى أول ميزة عندي لنظام حقن الوقود بشكل عام أول ميزة أن أنا بخلط هوى مع وقود بنسبة مزبوطة في ظروف التشغيل المختلفة تمام النقطة التانية بيقول لي تساوي كمية الهوى مع البنزين في كل الإستوانات يعني أنا لو خلطت الهوى مع البنزين 1 لـ 15 هيبقى في كل الإستوانة 1 لـ 15 دي ميزة من ضمن المميزات مش إستوانة هتاخد نسبة أقل أو نسبة زيادة يبقى أنا رقم واحد بأقدر أتحكم في كمية الهوى مع الوقود في كل ظروف التشغيل 2 كمية الهوى أو نسبة الخلط بين الهوى والوقود في مجموع الإستوانات أو كل الإستوانات متساوي وزي بعضه مزبوط بالظهر طيب النقطة التالتة أنا عندي استجابة سريعة للمحرك وبنسميها اكسليريشن يعني التعجيل بتاعي لما أدوس على دواسة البنزين السيارة بتاعتي بتستجيب معايا بسرعة في كل ظروف التشغيل المختلفة وبالمناسبة الناس لما بتيجي تشتري سيارات الناس المهتمة بقى وبيحاول يشتري سيارة تديه كل الإمكانيات اللي هو عايزها بيشوفها بتوصل لأول مية كيلو في كام سانية بالظبط تختلف من شركة لشركة الشركات العالمية الكبيرة بتحاول وصلوا دلوقتي الأرقام بسيطة جدا يعني ممكن توصل للمية كيلو في خلال ثلاث ثواني وستة من عشرة وحاجات غريبة كده ده ليه علشان قادر يتحكم في الاشتعال وقادر يتحكم في كمية الوقود اللي داخله وبيخلطها بسرعة وعامل تجاويف في الرأس المحرك عشان يعمل دوامة وإصارة دايما ويعمل خلط أو تجانس للمحرك بتاعي خلط الهوى مع البنزين داخل المحرك بتاعي وبالتالي المحرك بتاعي بيستجيب معي بسرعة ووحدة التحكم بتدي له أدق التفاصيل وبالتالي بيديني اكسليريشن أو تعجيل بسرعة عالية جدا من هنا بقدر أحكم على السيارة بتاعتي وأقول السيارة بتاعتي دي كويسة أو أنا هاخد النوع أو الشركة المعينة أنا هاخد السيارة الفلانية لأنها بتديني تعجيل أو بتوصل لمية كيلو خلال كم جزء من الثانية وتستهلك نسبة وقود للهوى بقد كده يعني مثلا شركة تقول لك احنا بنستهلك واحد لتر كل 12 كيلو باخد واحد لتر وشركة تانية بتقولها 14 فده بيفرق واللي بيخليهم يقدروا يتحكموا في الحاجة دي هي أنظمة حقن الوقود المختلفة اللي بدأت الشركات تنتهجها وتشتغل بها وقلنا كمان النقطة الرابعة هو تصحيح الخلط تلقائي يعني المحرك أو وحدة التحكم الإلكترونية بتصحح الخلط لو مثلا المخلوط بتاعي كان غني هيبدأ يقلل كمية الوقود لو كان فقير هيبدأ يزود كمية الوقود من خلال وحدة التحكم الإلكتروني الموجودة في المركبة بتاعته دي الميزة الرابعة من مميزات حقن الوقود كمان ممكن نقطع الوقود في ظروف تشغيل معينة نقطع الوقود خالص يعني مثلا ممكن كمان نفصل لو كانوا عندي محرك أربعة سلندر عايز أفصل آآ تمانية سلندر عايز أفصل منه أربعة علشان شركات كتير بتعمل الموضوع ده لو أنا مش محتاج التمانية سلندر مش محتاج التمانية سلندر يشتغلوا ومحتاج أربعة بس أربع استوانات بس فعندي إمكانية أن أنا أقدر أقطع عن مجموعة استوانات وشغل مجموعة استوانات أو أن أنا أقطع عن الماكنة كلها حسب ما الكمبيوتر أو الوحدة التحكم مبرمجة أو الشركة مبرمجة على نظام معينة فأنا هنا بقدر أقطع وقود كمان بقدر أعمل تشخيص ذاتي للأعطاء الميزة الأخيرة في النظام ده أنه هو بيقدر يعمل تشخيص ذاتي للأعطال بتاعتي ويعالجها كمان نيجي بقى للنظام اللي الناس بدأت تبصله وبدأت تركز معاه وتدور على السيارة اللي شغالة بنظام الجي دي آي نظام الجي دي آي باختصار إحنا تكلمنا عنه وهنتكلم عنه تانا هو باختصار هو حقن مباشر داخل استوانات هو حط بخاخ أو حط رشاش جوى الاستوانة عشان يحقن الوقود جوى الاستوانة نفسها في شوت السحب يعني المكبس بيبدأ يتحرك هيبدأ شوت السحب يبدأ هو يحقن داخل استوانة مش هيحقن في مجمع السحب برا أو في المنفو برا لا ده هيحقن فين جوى الاستوانة معادش بقى المركزي والمتعدد كلام لا ده أنا حطيت بخاخ جوى الاستوانة زي نظام حقن وقود الديزل بس هنا فيه مشكلة أنا لازم أدخل وقود بضغط عالي هل ترمبة البنزين اللي عندي الكهربائية اللي أنا مستخدمها هتديني الضغط ده مش هينفع فالشركات بدأت تتغلب على الموضوع ده بإيه؟ بالنهي يتركب ترمبة تانية ترمبة بنزين ميكانيكية مع الترمبة الكهربائية يعني مهمة الترمبة الكهربائية العادية اللي موجودة عندي في الخزان أو في التانكي اللي هي جوى الكهربائية دي إن هي ترفع البنزين توديه للترمبة الميكانيكية الترمبة الميكانيكية تبدأ تضغطه واخد حركتها من وش التأسيمة أو تاخد حركتها من عمود الكمال تبدأ تضغطه بشكل عالي أو بضغط عالي للبخاخ اللي هو داخل الستوان النظام بقى زيه زي نظام الديزل بالزبط بس الفرق هنا في إن نظام الديزل بيحقن فين؟ بيحقن في نهاية شوت الانضغاط إحنا هنا هنحقن في بداية شوت السحب عشان يحصل التجانب ما هو إحنا لو خلطنا في نهاية شوت الانضغاط وقود البنزين بتاعها هيحترق مجرد إنه هو فالاحترق بتاعي مش هيبتام ومش هيديني باور مش هيديني طاقة مش هيديني كفاءة حرارية فبنحقن إحنا في بداية شوت السحب وهنشوف فيديو توضيحي للموضوع ده دلوقتي إن شاء الله ولكن اللي أنا عايزك تعرفوا إن إحنا عشان نتغلب على فكرة الضغط هنعمل ترومبة الكهربائية الموجودة في الخزان ترفع الوقود البنزين بتاعي تديه لترومبة الوقود الميكانيكية التانية اللي بتاخد حركتها من عمود الكمات أو من وش التأسيمة عشان ترفع ضغط وقود البنزين تديه للبخاخات طيب هل أنا لما ادي ضغط وقود للبخاخات البخاخات هتبدأ ترفع أو تبدأ تدي بنزين للإستوانة في الوقت اللي هي عايزة لا طبعا ده لازم وحدة التحكم الإلكتروني تقول للبخاخ في الوقت المعين اديني وقود في الوقت ده أو بخ وقود في الوقت ده ومدة زمنية قدها كذا يعني كمان هي اللي بتتحكم في المدة الزمنية بتاعت الحق ليه حسب كمية الهوى المحقول أو اللي داخل ليه الإستوانة تعالوا نتكلم ونشوف نظام الحقن المباشر للبنزين أو جازلين دايريبت انجيكشن ويبنر موزلو أو بنلاقي مكتوب على المكنة جي دي آي عشان لما تلاقي مكنة مكتوب عليها جي دي آي ده معناها أن العربية بتاعتك أو السيارة بتاعتك بتستخدم نظام حقن وقود مباشر داخل الإستوان بتحقن وقود البنزين داخل الإستوان وده موجود في أغلب السيارات الحديثة الموجودة حاليا وقلنا أن الاتحاد الأوروبي رفضها بس اتغلبت الشركات على المشكلة بتاعتي طيب أنا عندي قديل مضخة بتاعت الوقود الكهربائية أو ده مكونات النظام بشكل عام لو جينا نشوف ده مضخة وقود ده صمام الوقود الراجع اللي هو هيرجعلي لو فيه لو المضخة دي بترفع ضغط وقود عالي ورحل البخخات وفاض وقود الصمام ده هيبدأ يرجعلي الوقود للخزان بتاعته عندي حساس ضغط الوقود كمان هو اللي هو موجود قدامي والأنابيب التوصيل وبعدين نروح لترمبة الحقن الميكانيكية ترمبة الحقن الميكانيكية ده هتضغط أو ترفع الوقود بتاعي وقود البنزين اللي داخل لي البخاخ بتاعي عشان يحقن عشان يدخل الوقود بتاعي للسطوانة بتاعتي عندي وحدة تحكم فيه وحدة تحكم إلكترونية اللي هي هتتحكم فيه البخاخ بتاعي وتقوله احقن كمية وقود قد كده بزمن قد كده حسب الكمية أو حسب المعطيات اللي جايله من مجموعة الحساسات الموجودة في المحرك بتاعي نبص على الرسمة كويس عشان نعرف الأجزاء بتاعتها تمام يبقى أنا عندي فيه النظام الحقن الجي دي آي ترمبتين بنزين واحدة كهربائية تحت هي وواحدة ميكانيكية فوق تمام يبقى الفرق بين النظام الجي دي آي أو نظام الحقن المباشر وأنظمة الحقن المختلفة أن أنا عندي هنا كمان ترمبتين بنزين ترمبا كهربائية وترمبا ميكانيكية الترمبا الميكانيكية الموجودة فوق دي عشان ترفع ضغط البنزين الترمبا اللي تحت كلنا عارفينها أنه بترفع ليه حوالي تقريبا بتبدأ من خمسة بار أما اللي فوق بتدي ضغط أعلى علشان يبدأ يخش الوقود بتاعي داخل الاستوانة بضغط عالي في بداية شوط السحب تمام يا شباب نغير وننقل على شكل تاني ده شكل البخاخ أو الرشاش بتاعي أهو معاهي البوجيه إذن نظام الحقن عندي هنا زيه زي نظام الديزل بالضبط الفرق بينهم أن أنا هنا بحقن في بداية شوط السحب تمام وإذا البوجيه بتاعي يبقى الماكنا نفسها هتختلف آه المحرك نفسه هيختلف رأس المحرك هيختلف لأنها يتركب لفتحة جديدة في محرك بنزين للرشاش اللي هيبخ بنزين داخل الاستوانة في أنظمة الحقن التانية كان النظام عادي جدا هو بيحط البخاخات بتاعته في مجمع السحب لكن هنا ملناش علاقة بمجمع السحب هالرأس المحرك بتاعة الكربراتير زي رأس المحرك بتاعة النظام الحقن العادي زي رأس المحرك بتاعة النظام الحقن المباشر طبعا بتختلف كليا لأن أنا عندي هنا فتحة بنركب فيها رشاش حقن الوقود طيب يبقى النظام الكربراتير إحنا لغناه خالص واشتغلنا على نظام الحقن بأنظمة الحقن المختلفة آه آخر نظام أو وصلنا له كان نظام الجي دي آي وهو لغى نظام الكربراتير خالص وقلنا نظام الكربراتير كانت مشكلته إن هو بيستهلك كمية وقود أعلى وكان بيطلع لي عوادم عوادم السيارات بتاعته كانت ضرة جدا بالبيئة وبالتالي الشركات بدأت تغير وتستخدم حاجات تانية أوفر عشان تقلل كمية الوقود وتقلل العوادم اللي خارجة معايا تعالوا نكمل فإحنا عرفنا نظام الجي دي آي وإزاي بيشتغل وده شكل الصورة بتاعتها هي في نظام ده شكل نظام الجي دي آي الترومبا الميكانيكية بتاعتها هي والترومبا الكهربائية رفع الوقود بتاعي للترومبا الميكانيكية هيبدأ يديه للبخاخ اللي هو فوق المكبس مباشرة عايزين نوصل لي نشوف البخاخ إزاي بيشتغل البخاخ بيشتغل بإن أنا بديله ضغط بديله وقود بضغط عالي بيكون موجود فوق الكباس ضغط عالي وتحت الكباس نفس الضغط بيجيله إشارة من وحدة التحكم الإلكتروني هنشوفها هو هيجيله شايفين احنا في ضغط وقود الوقود هنا هوت وده الفتحة بتاعت خروج الوقود بتاعي ضغط الوقود فوق زي تحت لما يجيله إشارة هنا في قلب حديد القلب الحديد ده هيتحول لمغناطيس يبدأ يرتفع إلى أعلى عشان يدي فرصة للحاقن أنه هو يفتح البوابة بتاعته علشان يبدأ يحقن الوقود بتاعي تعالوا نشوف فيديو بيبين الموضوع ده إزاي بيتم لو إحنا بصينا هنلاقي إن الحاقنه هو اللي هو باللون الأصفر الوقود جاي باللون البرتقانه هو هيبدأ قدام الوقود هنا مضو نفس الضغط هنا زي هنا لما نيجي ندي إشارة كهربائية للملف اللي قدام مني ده هو إيه اللي هيحصل؟ شايفين الملفات اللي قدام مني؟ هتبدأ تاخد القلب الحديد ده للخلف عشان يقل الضغط على الكباس لما الضغط يقل على الكباس ضغط الوقود هيرفع الكباس ده لفين يرجعه للخلف وبالتالي أصبحت الإبرة هتسيب تبدأ تفتح الفتحة بتاعت يقوم يطلع الوقود بالشكل بتاعي زي ما احنا شايفين تمام؟ يبقى الوقود بتاعي داخل بضغط عالي من الترنبا اللي احنا شايفينها هيبقى هنا الضغط خلف الكباس زي الضغط أمامه لما ندي إشارة كهربية من واحدة التحكم الإلكتروني هتبدأ تجذب الكباس إلى الخلف عشان ياخد الكباس إلى الخلف فيبدأ يدخل الوقود بتاعي داخل الاستوانة وبكده نكون عرفنا أنظمة حقن الوقود المختلفة في محركات الصيارات بتاعتي بتمنى في نهاية الحلقة أن احنا نكون استفدنا ونشد حلنا علشان الامتحانات وإن شاء الله نعمل لكم حلقة مراجعة للمدة بالكامل في شكل سؤال وجواب بتمنى أن أنا أكون قد وفقت في توصيل المعلومة وأتمنى أشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا